بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قناة سهيل أهلا بكم أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي اهتمام الدولة بمحافظة شبوى لأهميتها الوطنية والتنموية ومواقف أبنائه المشرفة مع الوطن في مختلف المراحل والمنعطفات والظروف وأشهد الرئيس خلال استقباله اليوم محافظ محافظة شبوى محمد صالح بن عديو بالإنجازات المحققة من قبل السلطة المحلية بشبوى بقيادة المحافظ والتي يأتي في طليعتها إنشاء ميناء قناة موجها للحكومة والجهة المختصة بتسهيل إجراءات العمل في الميناء خدمة للاقتصاد الوطني كما وجه رئيس الجمهورية باعتماد هيئة مستشفى عتق كهيئة طبية وتعليمية واعتماد جامعة شبوى أكد نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح أن تفعيل مجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي سيشكل رافدا مهما للشرعية ونوها نائب رئيس الجمهورية خلال لقائي برئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائبي عبدالله محمد أبو الغيث ووحي طاها أمان نوها بالدور الدستوري والقانوني الهام لمجلس الشورى باعتبار أن القرارات الاستراتيجية والتشريعية والرقابية تصدر عن غرفتين ومؤسستين هامتين هما مجلسي النواب والشورى وكانت هيئة رئاسة مجلس الشورى عقدت اجتماعها الدورية اليوم ودعت المجتمع الدولي للتعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية وذلك للحد من قدرات الحركة ومنع تسليحها ودعمها وإنقاذ الآلاف من أبناء يمان وأكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى في بيان على أهمية وعدالة وصوابية قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية وعبرت عن تطلعها إلى اعتمادين من كل الأطراف التي يعنيها السلام في اليمن أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك في اتصال المرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن أكد أن قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية ينبغي البناء عليه من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوضع حد لاستهتار هذه الميليشيات بالحلول السياسية وإصرارها على تنفيذ أجندة إيران دون اكتراف بمعاناة وحياة الشعب اليمني وعبر رئيس الوزراء عن تقديري الاعتزام سفراء الدول الاتحاد الأوروبي زيارة العاصمة المؤقتة عدن وتقديم رسالة دعم للحكومة والشعب اليمني في حملة إلكترونية يمنية هي الأكبر على الإطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي تصدر هاشتاغ الحوثي جماعة إرهابية ترند تويتر على مستوى العالم بعد ساعات فقط من إطلاقها وشارك في الحملة عشرات الآلاف من المواطنين والإعلاميين والسياسيين والناشطين ونشروا قصصا وتسجيلات ومقاطع فيديو من سجل جرائم واتهاكات ميليشي الحوثي ضد المدنيين منذ أواخر العام 2014 وتعد الحملة التي شارك فيها اليمنيون من مختلف المحافظات والانتماءات إجماع شعبي وتأييد لقرار إدراج جماعة الحوثي على اللائحة الأمريكية السوداء للتنظيمات الإرهابية ومطالبة بقية دول العالم باتخاذ مواقف مماثلة إزاء جماعة الحوثي الإرهابية قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني في منشور له على صفحة بفيسبوك إن المنظمات حولت أموال الإغاثة إلى سبب من أسباب الحرب وتعطيل فرص السلام حتى غدت بالنتيجة وكأنها شريكا في الحرب التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني منذ إسقاطها العملية السياسية قبل خمس سنوات ودع العديني المنظمات الدولية لعادة النظر في طريقة عملها جددات ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفها الساروخي على منازل المواطنين في حي منظر الشعبي بمدرية الحواك جنوب مدينة الحديدة ووثق فيديو ومصور تدمير خمسة منازل في الحي بشكل كلي جراء إطلاق ميليشيات الحوثي ساروخين كاتيوشا على الأحياء السكنية نهاية المجازة تمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة